قرار إليك 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 سارة نتيجة تفحصي كثيرا ميحة ما في ولا أي مشكلة بجسمي بس هيدا أبدا ما بيعني أنه اللي أم تحس فيه منو حقيقي من شو بيشكي دكتور يعني فيشي فحوصات لازم أعملون لا لا، أبداً، الآن لا يوجد زوم لفحوصات أعتقد أنك عم تمر بأكتئاب أكتئاب؟ أنا ليس مجنونة دكتور أكيد أنك مجنونة سارة الأكتئاب حالي تصير مع حيال لحده الشخص المكتئب ليس يعني مجنون يعني أنه زعلين، تعبين، ما يستمتع بحياته ما يمبسط بالشغلات اللي كان يعملها قبل هيدا الوصف يشبع حالتيك؟ نعم، يشبعه هناك الكثير من الأشياء يمكن أن نعملها لنساعدك وكما في عدة علاجات للأكتئاب وممكن أن تتحسن كثير من خيالك مصبوع طيب، لكن لا أريد أن أخذ أدوية لا أريد أن أصبح مدمنة عليهم لأنك مضطرة تفعل أي شيء أنت لا أريدك بكل الأحوال، لن ناقش كل الخيارات لكن توضع عنديك الفكرة من نقي سواء الخيار الأنسب لألي هل تفهم؟ طيب أول شيء، هناك كم شغل بك تفعله لتساعدك حالي واحد، جربت نظم نومك وهم شيء أنك تقوم كل يوم الصبح بنفس الوقت ونتأخذ حتى لو لم تكن تنامي منيح بالليل مش أكيدة بقدر، خصوصي إذا لم تكن تنامي منيح بالليل بفهمك، يمكن تكون صعب عليك بالأول لأنك تكون تعبانة، بس هيك تنامي أحسن بالليلة لبعدها خلينا نشوف زحين فامعك تقومك اليوم بنفس الوقت وبنشوف بعدين شو بنعمل، ويفقه؟ بجرب، وشو لازم أعمل كمان؟ جربت نشي 45 دقيقة ثلاث مرات بالأسبوع حتى لو كنت تعبانة، هيدا الشيء كتير لحيفيدك رحشة الرب يا مين جربت عاملي إشياء عادة استمتع فيها حتى لو حاليا ما بتعنيليك خصوصي نشاطاتك الاجتماعية مع الأشخاص اللي أنت بترتحيلهم، مثل أصحابيك أو عائلتيك طيب، بس دكتور ماني أكيدة أني قدر أحفظ كل الإشياء اللي قلتلي أني أعملون بتحب على تؤكد بَجونة أو بتحب تكتبيوه؟ اه، شكرا تتذلك خلّصت اه ماذا؟ أعرف أنه لا أريد إكتخذي أو دواء، لكن يجب أن أشرح لك بعض الموضوع حسناً أولاً، يجب أن تعرف أن مضادات الإكتئاب، يعني أن الأدوية التي تستعمل لعلاج الإكتئاب لا يسببه أدمان، وإذا أخذهم الشخص بالطريقة المناسبة، يساعده كثيراً يتحسن وقد يجب أن يأخذهم؟ يمكن أن تحتاج إلى تأخذهم من 9 شهور إلى 12 شهر لا، لا دكتور، لا أريد أن أخذ أدوية لا يوجد مشكلة، كما قلت لك، لا أنك مضطرة أن تفعل أي شيء أنت لا تريده يمكننا أن نلتقى بقى الثاني ونقش الموضوع إذا أريدك على أي حال، أفضل أن أضد لك موعد مع سنة العام الإجتماعي لدينا في المركز لماذا؟ سنة مدربة لتتابع الأشخاص الذين لديهم إكتئاب وفيها كثيراً تساعدك حتى تجد حلول لبعض المشاكل اللي توجهيها وكماً سنة تعرف كل الجمعيات الموجودة هنا وفيه احتمال صغير أن تقدر تأمن تواصل بين زوجيك وهذه الجمعيات لحتى يساعدوني لأي شغل هل تحب تشوفي سنة؟ أي دكتور، شكراً سارة، لحد ديك عندي موعد الأسبوع اللي جاي لحتى نناقش وضعك ونحكي أكثر عن إشياء اللي نعملها لحتى التحسن طيب شكراً للمشاهدة لجمعة الأسبوع اللي جاي لحلو تشوفي هذا المصنع مهما نعمل جديد